السلام عليكم. انا لما ابتديت اعمل الفيديوهات ده تكنية ان انا هنقل كل حاجة اه اه وحشة شفتها او غير شافها بطريقة جميلة بدحك يعني. بس بعد الترحيب وبعد الطريقة الجميلة اللي الناس عملتها معايا دي. لأ انا هنقلها وهي وصريحة واللي يحصل يحصل. بص يا معلم انت دلوقتي مصر كلها عايزة تشتغل الشباب مستعجل جدا وكل عايزة اشتغل في الحوادث بتاعة العربيات وعايزة اشتغل في تجارة العربيات وعايزة اعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. خلي بقى لك امعلم ما تبقاش مسعور عشان الحوار ده فيه حرمانية زي ما هو فيه حلال وفيه حرمانية جمدة وفيه حاجات حرام جدا كاينك بتشتغل في المخدرات فيها. وقولها لك ازاي? انا عندي اربعة وتلاتين سنة. خلاص? من وانا عندي اتناشر سنة وعندي حلمين. ان انا اركب عربية حلوة جدا متعدل انا اللي اعملها وان انا افتح مطعم. وكنت بروح بقى اعد ازاكر مع الشفاية واعمل مش عارف ايه واخش المطعم وتعلم وبالليل اقعد مع المساد السامكري. خلاص? وفضلت اقعد السبع ساعات مع المساد السامكري لحد اما وصلت الراجل ده كان فنان. كان العربية بتلقيلها رقم يعني شرعي بتيجي الراجل ده كان بيجمع العربية في تلات ساعات. اكسم بالله عربية خمس حيطة كان بيجمعها ويقفلها بتلات ساعات. تخيلوا قعدت سبع سنين بتعلم الحركة دي بس وبتعلم ازاي الراجل ده بيعمل كده. ومعرفت اش اشتغل بيدي بس عرفت ان انا اتعلمها يعني. وصلت المرحلة بعد سبع سنين في السبعتاشر تمنتاشر سنة كده. عرفت ان انا لو العربية ستين حيطة هعرف اجمعها. هعرف اسحب الزرجينة بتاعتها ازاي? واعرف لما تقلص العربية البنطة بتاعتها هعمل ازاي? واعرف الزوم بتيجي منين? وامتى اقطع وامتى الحم وامتى ارجون وامتى اكسجين واللي فهم في العربية عارف انا بقول ايه. جيت سبعتاشر تمنتاشر سنة بتاديت اشتغل في العربيات بقيت قوي. الحمد لله. عرفت ان انا جيب حبسة هعملها. وعرفت ان عربية خمس حتة هجمعها في خمس دقائق. عملت عربيتين جبت متسكل ربعمية على طول كده بعشرين الف جنيه. حدسة. اتغريت. فتحت فين بقى? فتحت في وجبت اتنين من فلاحين كده. عيال الجدعان بتوع شغل. وربنا كرم. لا دي مش مقاش ربنا كرم. واشتغلت ايه بقى? ما اشتغلتش بقى صم كرة وديهان زي ما امت لا 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 شغالة لا اشتغلت حوادث وقطعيات ولحمات. عربية بمليون جنيه اتخبطت من جوة تعالى حرجح على الجديدة. وبعرف رجعها جديدة. وعرفت رجعها جديدة. دب دب مسكت متنات مسكت التلتميات وفضلت تشغل في الدرة كده. وفضلت اعمل عرب فلوس اشتغلت مع السياحة والجمارك وفضلت اعمل فلوس متخلفة. وصلت التمنميات وصلت المليون وكسرت المليون وبقيت عائل صغير. راكب بي ام. وراكب متسكت. ريس. وراكب عربية. النسان بروح بقى الحرفيين وباجي بقى الحرفيين. والبي ام بتاع بالليل والريس بتاع النسوان. خلاص اشتغلت المهم وسلت للمرحلة دي. لحد ما رحت يوم في الحرفيين لقيت رجل بيولول معك روز. في اي يا عم قال لك العربية ده انا اشتريتها. وانا تاجر. وبعت دهب مراتي. والحاجات اللي هي بتاعت الافلام اللي بتتحكي دي. والعربية تخبط البنبوس اللي لانها ترت حتت. حد يعرف رجعها لي. موما ببص على العربية كده. لقيت ان العربية دي انا اللي عملها من سنة. موما عملتها للعربية عملتها له رجعتها له جديدة. تاني الراجل عزمني ببيت وروحت دخلت ببيت وتخضيت. عياله كلها واحدة دكتورة واحدة مش عارف ايه عمرز. زك عمرز. اه واحدة دكتورة واحدة مش عارف ايه واحدة مش ايه الكلام ده كان من سبع سنين يعني. من خمس سنين والله. حاجة كده يعني. واحدة دكتورة حاجات تفرح. وانا بقى لو كنت هلبس العيلة دي كلها في الحيط. خلاص? وانا ما بشتغلش سنكرة ودوكل عادية. لا انا راجل بتاع دواخل. برضو اللي شغال في المجال عارف. يعني انا بعمل حتة قد كده باخد فيها خمس تلاف جنيه. غير الشغل المضيف يعني. احنا بنعمل حتة اللي اها مش عارف دعكة فين ودعكة فين ورجعها وسليمة مش عارف ايه الكلام ده كل. المهم رجعت حلفت اكسن بالله العظيم. ميت يمين رجعت من البلد الراجل ده كان من المحلة. رجعت قلت اكسن بالله انا مشغل الشغلانة دي تاني. خلاص? ايه 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 كان اخوها في السعودية عنده مصنع في السعودية المهم رحت عملت عمرة عنده وبتاع ومش عارف ايه ورجعت من العمرة. قلت بقى ايه? خلاص. مصر بقى كلها عايزة تشاركني. واصلا انا معايا اكتر من اتنين مليون جنيه فلوس ناس بشغلها لان انا بجيب عربية مرسيدس بثمنمائة الف جنيه باشتريها. بصرف عليها مش عارف ايه بباعها. حرام بقى فلوس حرام. خد شغلها. وفي المهنة بتاعتنا دي في ناس اسمها الخزنة. يعني في ناس اللي برضو اللي شغال عارف كده. مهم ان انا عملت الكلام ده كله رجع. انت حبيبي انت لازم تركب بيه امه معدلة ماشي يا حبيبتي. اه شعراوي انت صاحبي لازم تركب مش عارف ايه ماشي حبيبي. انت مش عارف ايه امه انا شعراوي ده بيبيد فلوس. خلاص? مهم يا جدعان انا مش هشتغل الكلام ده كله انا مش هفتح مطعم. فجأة الناس دي كلها ولا كأنها تعرفني. اكسم بالله في ناس منهم ما كلمتنيش. رحت عملت لي محضر. اصلا ما كلمنيش في حاجة. طب يا عم انت استنى ما انا ممكن اوديك في ستين ده. لا انا عايز فلوس. طب يا عم ايه ده طيب ما انا اشتغل حلال. المهم اخد فلوسك خد فلوسك خد فلوسك. وخلاص. بس الدنيا تقفلت في وشي وقلت ايه. طب انا انا مش مهم. طب اعمل ايه طيب? الناس دي اببخرت. طب تعالى بقى انا اجرب اشتغل. تعالى سمو عليكم السلام انت كنت عامل اعلان عن مش عارف ايه وبتاع. طب محمد علي خلاني اشتغلت شوية وقلت لأ انا عايز مطعم. مشيت من المطعم. ملاقيتش. لقيت واحد اسم محمد طلعت واحمد ابوزلات. اتنين لوقات وكان لوقات وعندهم شركات عقارات. شغلوني معاهم. وبقيت موديل مش عارف ايه وبقيت علامة من علامات مارسة مطروح. خلاص سبت الكلام ده كله عايز اروح مطعم بقى عايز اشتغل اعنفش افتح مطعم. بس سمعيش فلوس. تبارجع للناس اللي هيكت عايزة تديني ملايين. لا تعالى اسلام ايه? نفتح لك مركز. خلاص هم عايزين شمال. يا عم هديك هرديك لا نفتح لك مركز. خلص كل ده جات الايام ده قاعد اللي خلاني بتكلم في الحوار ده ان انا قاعد مع ناس من شوية. والناس مش طيقاني ان انا مش عايز افتح كده. طب انا مش هفتح كده. طب انت انت خليك كده مش لقى تاكل. خليك كده انت قاعد دور على البنوك عشان حد يديك مليون جنيه عشان تروح تفتح مطعم. اما انت المليون جنيه ممكن تجيبهم فادي كده. انا مش عايز اجيبهم. في حاجات بقى وانت في الشمال اللي انت مستعجل عليه ده مش هتلاقيه. ايه بقى? اول حاجة الحصانة من عند ربنا انت ما عندكش حماية. انت ما لكش حماية. انت كلب ولا تسوي. انت فيش حد حميك. ربنا مش حميك. ربنا غضبان عليك. تاني حاجة الصحبة. انت كل اللي حواليك هيبقوش مال. خلاص? جالت حاجة ستر. اقسم بالله ما ليك علاقة بيه. ولا هيجي جنبك. ملخص الموضوع عشان انا ودتكو وجبتكو معرفتش افيد اول ان انا بتكلم تلكوها يعني. تستعجلش على الحرام. تستعجلش على الفلوس. ما تستعجلش على الفلوس. وحكتين تعملهم في حياتك. تقرب لربنا اوي وتبعد عن الناس الوحشة. ما تقربش جنب واحدة وانت شغال في مكان تسد نفسك تقولك ايه ده بس انت ازاي شغال في مطعم. اه شكلها وحش قوي يعني. طب انا انا مش عارف انا في ظهرك وانا في رجلك والكلام. لا لا لا. تمشيش مع عادي اشياء مخدرات. انا لما ربنا كرمني دلوقتي. وقيت زي الفل. اه بسعف كل يوم وروح اقدم في كارد هنا وترفض اروح اقدم في كارد هنا وترفض وربنا هيكرمني. عاجلا ام اجلا ربنا هيكرمني. وكل شوية حد يقرس علي ويجيلي. يا ابني خد. هنفتح كزا. هجيب لك عربية كزا. هنعمل كزا. اكسم بالله ما هعمل حاجة حرام تاني. اكسم بالله ما هيحصل. رغم ان مصر كلها محللة اللي انا بقوله. بس انا استحرامته. ومش هعمله. ومش هعمله تاني. اكسم بالله ما عليش انا بحلف كتير. بس اكسم بالله ما هعمله تاني. في ثانية فانو السحري هيتردلي وهعمل كل حاجة في الدنيا. فاته ما تستعجلش على الحرام. ما تطلعش مجهودك كله في الايفون بتاعك وفي لبسك. اشتغل. ما تقعدش تدور على مصلحة اثار. ما تقعدش تدور على مصلحة شمال. ما تقعدش تدور على واحد ده تفتشها. ما تقعدش تدور على واحد تعمل عليه مصلحة. ما تقعدش تدور على الكلام ده كله ملوش لازمة. الفلوس الكتير ملهاش لازمة. الساتر هو اللي ليه لازمة. الجدعانة هي اللي ليها لازمة. انك تبقى بجح ومش خايف هو اللي ليه لازمة. ما تخليش حد الصحبة. الصحبة. ما تسحبش حد وحش. ما تسحبش حد وحش. خلي علاقتك بربنا جميل. انا نفسي اتكلم كتير اوي في علاقتك بربنا. بس خايف عشان انا امكانياتي ما تسمح ليش بكده. اغلق. بس علاقتك بربنا دي توحفة. كل الناس مستغربة وكل الناس شغالة في العربيات عمالة التارية عليها تقول انت هكنز. بس انت فقري. لا انا فقري اوه. امش اعمل حاجة حرام تاني. كل يوم بطرفد الكارد بتاعي بترفد من حتى. كل يوم اروح اقدم ورقي مش عارف ايه. يا عم اتها باجاتكم اليوم. يا عم انا هو هفتح. واللي انا بقوله دوت انا ممكن اجيبه في تلات اربعة شهر. كل الناس عارفة. كل الناس عارفة ان انا ممكن اجيب شغل من ليبيا. وهجيب شغل من مش عارف ايه. واجيب شغل لجمره. واجيب شغل لحوادث. وانقل ارقام شسيهات. واعمل الكلام ده كله ما حادش عارف اعيده علي يا حاجة. ولا عارف اطلع لي غلطة. لو من قريبك. حد اه جنبك. حبيبتك. محنك. خريك. ايه حد في الدنيا هيديك. هيخليك تقرص على نفسك ان انت تعمل حاجة غلط ابعد عنه. ايه ان كان مين هو. ايه ان كان مين هو. خلاص? انا واحد النهاردة من كتر ما هو مش عارف يعمل ايه وعايزني انا بيقول لاخوك بس اسلام انت اخوك بيشربه بتاعه مش عارف ايه وجايه قدام الناس. طب انت بتقول لي ليه كده قدام الناس. عايز تهني? لا مش عايز ايينك. بس انا بقول لك ان انت في ثانية ممكن تبقى مش عارف ايه وترجع تاني. طب وانت انت قفاشت في اخويا اللي بيشرب. وما قفاشتش فيها انا عند اربعة و تلاتين سنة. وعمر ما حطيت حاجة بوقي. عمري ما حطيت حاجة بوقي. وسبت اخويا التاني المهندس. وسبت اخويا المحامي. وسبت ابويا الديزاينر. وسبت الناس دي كلها وجاي تعمل فيها مش عارف ايه. ويقرس. كل خمس دقيقة حد بيقرس عليك. وده يقرس وده يقرس وده يقرس. بس السلام النفسي جميل. واللي ما عرفنيش يسأل اللي يعرفني يعرف ان انا كان معايا الكلام ده كله. وان انا في ثانية ممكن اعيد الكلام ده كله. وما حدش يعرف يمسك عليها حاجة. بس اكسم بالله السلام النفسي وربنا جميل. ولما تروح لربنا وتصلي ما تدعيش بحاجة. ما تدعيش بوحدة. ما تدعيش بوظيفة. اقول ايه? احاية اقيون برحمتك استغيث اصلح لشاني كله. ولا تكني الى نفسي طرفة عين. لان ربنا من حنيته ممكن يحقق لك دعوة. انت مثلا تقول على واحدة انا نفسي فيها. فربنا يفضل مخليها معاك. بس هو ربنا عايز ارديك لكن هي مش خير ليك. فسيبها لربنا. استحمل. ربنا يرس عليك شوية لما تقوله لا تكني الى نفسي طرفة عين. انا مش اخو الله. بس انا وصلت اول ان انا علاقتي بربنا بقى الجميلة كده. اه. معلش? ومش هتكسف. ما انا واحد ساحل وجونة وغضب ربنا غضب ربنا وفجأة مبسوط يعني عسل وراضي قوي وكل يوم بطعسر وكل يوم بيداس وانا عمري ما ما هستسلم. اه علاقتك بربنا حلوة? متفضلش تدور على مصلحة شمال. تدور على مصلحة يمين. نص الناس اللي عرفها عايزة تشاركني في مشروع وعايزة تشاركني في مكاني ان انا حلمي واعمل مطعم بتاعي بس انا مش هدخل مكاني حاجة حرام ولا هعمل حاجة حرام تاني ولا عايزة اركب بامات تاني ولا عايزة اعمل الكلام ده. حاجة الوحيدة اللي بسطلها وانا عنده اربعة وثلاثين سنة ان انا مش هاخضب ربنا. خالص اكسم بالله ما هاخضب ربنا ولا هستعجل. انا عيشت الحياة اللي انت كلكم يعني الاغلبنا بيسعى فيها. الوقت بقى انت هشغل شغلانة جامدة جدا وركب عربية جامدة جدا وعندك الشليل فلاني ونسوانجي ومش عارف ايه. نسوانجي ايه? ربنا. ربنا. اعلى احساس في الدنيا كده. تقعد تجري عشان تصلي وتدعي. واش ينور عشان صليت. يعني ربنا مش عايزة اطول. يا رب يا رب. يا رب يكريبنا كلنا. ويا رب يحقق لكل واحد حلمه. وان وخير لو انت شمال الشمال. لو انت شمال الشمال. لو انت كده. افضل شغل دماغك على مخك. يشغل دماغه على قلبك. ان هو يصفر ربنا. مرتين تلاتة. هتيجي في دعوة منهم هتبقى زي الفل. وتدعيلي. وانا مبسوط وانتو سبب الانبساط ده. وحاجات كتير عمالة تفتح لي. وكلها رزق. اللي انا روحتي فيه شطارتي قوي ما فدنيش. على قد السنة الواحدة بس اللي انا حبيت فيه.